بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة البطاطس اهلا وسهلا مع حضراتكم ومن قلب الحدث بنتكلم النهاردة عن الرشاة الاولى للبطاطس وقبل ما نبدأ ان شاء الله ما تنسوش تدعمو لنا القناة علشان نكبر بيكم دي قناة كل الزراعيين في الوطن العربي ومبر بنشرح لكش على صورة ولا غيره انا من قلب الحدث وانا اللي بتكلم تمام دخلنا عن مئة الف طبعا بفضل الله اولا بفضل الافاضل منكم اللي بدعموا القناة فشكرا لكل من يدعم وشكرا برضو لكل اللي ما بدعمش يعني للانصاف فقط النهاردة بنتكلم عن احنا بالرش البطاطس دي البطاطس دي عمره اربعين يوم الصنف ده اسمه سفران زرعينه في الكويت تمام طبعا النهاردة الرشاة الاولى بالرش النهاردة حشري مع عناصر صغرى مع ام بي كبر وعناصر كبرى واحد هيقول لي يعني ليه الرشاة دي دلوقتي في الوقت ده اولا عزا اقول لك على حاجة اولا الزراع علم ليس له ثوابت مفيش حاجة اسمه ثوابت في الزراع تمام فاللي في اوروبا غير اللي في مصر غير اللي في الكويت غير اللي في الخليج يعني الدنيا المهندس الناصح انه هو يمشي مع الظروف الجوية احنا بالرش حشري وعناصر صغرى الزرع ده هوت اربعين يوم اكيد لكل حاجة سبب جماعة احنا ليه بالرش دلوقتي الكلام ده هوت اولا انا مش عايز النبات يروح لي مني لناحية الاصفرار فعشان كده انا برش نبي كيه تمام وبرش معاهم برش معاهم اي مادة حشرية تمام من كم يوم درجة الحرارة زادت عندنا زادت عندنا النهار ده وصل 28 28 درجة مئة اوي تمام لقينا فيه تحرك جامد في النبات نفسه تمام ده اول حاجة التحرك الجامد ده هو نتج عن في التحرك في النمو طبعا نتج عنه ان بره فيه حركة للحشرات ابتدت تظهر تمام ابتدت الحشرات اللي هي متوقفة نتيجة انخفاض درجات الحرارة ابتدت تشتغل تمام طيب النبات يا جماعة لما بيبدأ يكبر مننا البطاطس بالذات لان التغطية بتاعتها بتبقى سريعة جدا تمام لما النبات بيفضل يكبر معانا كده او بيعد معدل النمو الطبيعي فانا النهار ده لازم يكون يعني اخدم على النبات كويس الخدمة بتاعت النبات ايه ان انا اروي واسمد كويس تمام طيب اروي واسمد وكافح كويس طيب الري والمكافحة والتسميد الكويس ده هو تهديني النتيجة تضاهي سرعة نمو النبات لان النبات سريع النبات سريع طب السرعة دية ممكن النبات يكبر ويحصل فيه نقص للعناصر وانا مش واخد بالي تمام وفرحان بان انا النبات بيكبر قدامي وخلاص تمام فعلشان كده قبل النبات يعني اكون كعبي عالي دايما بقولها اكون كعبي عالي على النبات وابدأ اسمد كويس والتسميد بتاعي تمام يضاهي المية اللي انا بحطها يضاهي نمو النبات يعني التلاتة يكونوا شغالين مع بعض نمو النبات يحتاج مية قد ايه مديش مية بره كتير علشان المرحلة دي مرحلة تشكل جزور تمام وانا يتزمن استطارة الجزور اوي تمام والله هي القصة الجزور دي بالذات مش هيشتغلي فيها الفسفور بس اللي بيقلمك على الفسفور بس ده ده مش فاهم زراعة مفيش حاجة اسمها فسفور بقى مفيش زرار فأي عنصر تدوس عليه هيعمل حاجة لا لابد الدنيا كلها تكون كويسة او كل العناصر مع بعض وكل واحد بقده الدور بتاعه ففي الاخر بنوصل لي زي ما يكون فيلم كل واحد بقده دوره وفي الاخر بيكونوا الادوار دي بيجمعوها بتطلع لك الساعتين فيلم اللي انت بتسمع ما هو النبات كده ده كل عنصر بقده الدور بتاعه تمام وبقده العملية اللي احنا بنحطه من اجله خالصت العملية دية خلاص يا معلم في الاخر هتطلع عندك نبات كويس ما فيوش نقص عناصر ما فيوش اي حاجة خالص فعلشان كده يا جماعة الخير احنا بدأنا بعون ل نتيجة الدرجات الحرارة المرتفعة ومعدل النمو الغير طبيعي للنبات طبعا ابتديني النهار ده بالرش الرشة الاولى بعد اربعين يوم وهي مكونة من اللي قدامك ده هوت ايرون اهوت حديد تمام بتاعياره طبعا نحط نصف جرام في النبات تمام على دي عناصر صغره دي عناصر صغره ام بي كي طيب العناصر الصغره اللي يوقو تمنتشر 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 اهو تمام وزائد مغنيسيوم وميكرو هو عناصر صغره برضو تانية تمام الرشة ده يقت لو انت رشتها وطبعا اه بحط اه مادة حشرية تانية حطيتها معاهم الدلتاميسرين ده هي تلو قداما دي بنحط الدلتاميسرين دي تمام طيب انا حاطت الدلتاميسرين عشان الاي حشرة الحشرات بتدت تشتغل من النهار ده بتدت تشتغل فانا لازم يعني هي مو بميد رخيص مش غالي خالص اشتغلي على الفراشات انا ما عنديش ديدان ولا حاجة بيشتغل على الفراشات وبنبدأ اه زي ما انتو شايفين كده طبعا ده في اللون السود ده الحديد تمام انا حاطت فيه التانك دهوت اللي هو الالف لتر الدرام اللي هو الف لتر ده انا حاطت فيه تلاتة كيلو تمنتاشر 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 تلاتة كيلو بمعدل تلاتة جرام لكل لتر مية وحاطت فيه اه نص كيلو اه عناصر صغرى كوكتيل من بتاع يارا تمام وحاطت حوالي اه مية وخمسين جرام حديد تقول لي ليه بقولك انا بحب دايما الحديد مع العناصر وهو موجود فالعناصر الصغرى بس انا بزود الحديد عشان ما حصلش عندي اسفرار هي كمية بسيطة ولكن هتخدم على النبات كويس جدا عندي تمام بحط زي ما بقولت وحاطت طبعا الدسبان اللي هو الدلتا مسرين حاطت منه اه نص لتر على الدرام ده وقعت بمعدل نص سنتي لكله ونص ميلي لكل لتر مية تمام يبقى زي ما قدامك اهوت اه اه ام بي كي تمنتاشر تمنتاشر اه وعليه عناصر صغرى وبحط معاك العناصر الصغرى وبحط معايا اه الحديد وبحط معايا مضة حشرية طبعا الزرع ده هوت اكبر من الاولين شوية وفي نفس الارض بر ولكن الزراعة طبعا بتبقى بتدريج عشان ما يستويش مرة واحدة في الحرارة ودي تاخد بالك منها ما يستويش مرة واحدة في الحرارة فبالتالي نيجي نقلع الدنيا ما تبقىش كويسة معايا مطلوب ان انا النهاردة الزرع ده وصل مثلا عدا مية وعشرة يوم مفروض اقلعوا بقى في الصيف طب اعمل ايه اعمل ايه في القصة دي شوف الزرع بيلمع الزرع شوف الزرع زي الدهب زرع ما شاء الله زي الدهب من فوق لتحت تمام طي واحد هيقول لي طب انت ما بدأش بفطري ليه انا جوه عندي جاف ما عنديش مشكلة في الفطري اصلا خالص دلوقتي ومع ذلك برضو العرشة لسه عندي صغير لسه ما يعني ما بدأش معايا في الفطري يعني لسه شوي فعشان كده ايه اه صابر شوية على الفطري طبعا هرش انا دايما برش هنا في الكويت مرتين فطري تمام اه المرة الاولى بتكون وقائي والمرة التانية بتكون اه علاجي والمادة التانية المرة التانية اللي هي العلاج الفطري تماما برشها الزرع ده هنرش بكرا ان شاء الله باذن الله تعالى برا هنقولها هنرش في ايه اه بحيس ان انا اه يكون الفطري والحشري شغالين معايا بحيس يا جماعة الخير لو انا حبيت ااخد بزور او درانات بحيس ان انا ازرع العروة الجاية اخزينها وانا مرتاح ان ما عنديش فيروسات تمام ولا عنديش اي حاجة فطرية اه قد تصل للدرانات في حد ما نوصل يعني لو فينا دوات وصلت للدرانات دي طبعا بتبقى مشكلة مشكلة كبيرة جدا ما شاء الله زرع زي الدهب اهوه منستوى المياه ممتاز جدا اه خد الرشة النهاردة اهوت برضو رشناه حشري برضو يعني رشناه الرشة دي الكبير والصغير تمام طبعا الرشة دي المفروض اه كل اه خمستاشر يوم بالرشة الرشة دي او على الاقل قالص يعني لما تزيد معك الفترة المفروض كل عشرين يوم بالرشة الرشة المحترمة دهية بحيس ان النبات عندي يبقى اه كويس متحصل ليش اي مشاكل اي مضاعفات قد تؤدي الى مشاكل كبيرة جدا اه قدام اه باشكر حضراتكم وبتمنى ان احنا نكون اه قد وفقنا في ان احنا نوصل معلومة اه باشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى 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 موسيقى